لما درجبة كان بيلتقط بعض الصور تسكريم على بعض المشجعين وشاف موسيماني خلفه مش عاوز أقولك المؤمنة كتعاملة إزاي ما صورتهاش؟ لأ صورتها موجودة برض الصور طب هتقولنا يا شباب الصور درجبة احتضن موسيماني واتكلم معاه بشكل رائع جدا عن دوره ونجاحه مع صندونت ونجاحه مع الهل سأل بقىك ده نجاح لأفريقيا بالكامل اه بالصبت وبالمناسبة دائما درجبة دايما درجبة بيقدر كلمة الاهل اتكلم مع موسيماني على الاهل ونجاح الاهل وحصول الاهل على المركز التالي بمنتهى الحب كل المشاهد دي بتؤكد لك على قمة الاهل اللي نبعه من النظام اللي انت اتكلمت عليه اذن هو في النهاية هو الانوان الرئيسي هو النظام داخل الاهل هو اللي وصلنا لكده يا سيد محمود ان احنا دايما نبقى شايفين هذه القيمة كابت خطيب بقيمة الكيمة دي الصورة برضو او ده الفيديو برضو ده المشهد اللي كانت اصر فيه في الاخر ان هو يدي ينجي التشيرت بتاعه يعني انت اللي هراجت الشايف وحش بيدي وحش اه يعني وانا حتى موجود بالصدفة انا اللي بصور الصورة دي فده كان مشهد رائع جدا بصراحة كان ختم رائع كابتل الاسلام للبطولة هذا المشهد وكان المسلماني المبسوط جدا جدا بهذا الختم طبعا موقع قيمة الاهل انا حتى كلمت في الامر ده السيد محمود في بداية الحلقة قيمة الاهل في ان انت تشوف قيمة الاهل العالمية الناس تقول لي اسلام اصلا انت بتكبر الموضوع ما اقول لها ما بتكبرك ما هو قدام حضراتكم في النهاية هو انا مشانا يا جماعة هو محمود اللي حكى مشانا يعني محمود حكى وقاء حصلت مع موسيماني ومع درقبة 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 السورة دي كابتل الاسلام بعد حوار مطول ما بينهم باتنينة تنين اه يا سيد محمود على فكرة الاهل وقيمة الاهل بالزبط كده فبالتالي هذه هي قيمة النادي الاهلي وهو ده اللي انا بقوله دايما وده اللي انا اتكلمت فيه في البداية انه هناك البعض سياب النادي الاهلي عشاء خاطر فلوس او عشاء خاطر كذا او عشاء خاطر كذا والله ما بتكلم على حد انا بتكلم بشكل عام طوال التلاتين اربعين خمسين سنة اللي فاتوا قد بتحصل شكرا 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 شكرا